بسم الله الرحمن الرحيم في إطار الدروس عن بود التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية يشرفني عزيزي التلميذ عزيزة التلميذة أن أقدم لكم درساً من دروس السنة الأولى آداب وعلوم إنسانية بعنوان مناظرة حول الفلسفة والشريعة بين أبي سليمان المنطقي وأبي العباسي البخاري لأبي حيان التوحيدي والمناظرة تدخل في الأنماط الحجاجية وبالضبط في نموذج أدب المناظرة كما هو معلوم أعزائي التلميذ فقد رأيتم سابقاً في بنية النص النثري القديم نوعين أو نمطين اثنين هما نمط الحكاية ونمط الحجاجي أو نمط الحكاية والنمط الحجاجي وفي النمط الحكاية كنتم تعرفتم على أدب المقامة وأدب الرحلة وأدب الحكاية الأجيبة أما في النمط أو الأنماط الحجاجية فقد تعرفتم سابقاً على أدب الترسل وأدب الخطابة والآن مع أدب المناظرة فدرسنا يتمحور حول المناظرة والتي سوف نحاول أن نحدد أهدافها من خلال هذا النص في أن تتعرف عزيزي التلميذ على دور المناظرة في ترسيخ مبادئ التعاون والمنفعة أيضاً في أن تحدد أيها التلميذ عناصر المناظرة والتي هي للدعاء والعارض والمعترض ثم أن ترصد الخصوصيات الحجاجية والأسلوبية التي توظف في المناظرة ولا بد قبل البدء من أن نتعرف على المناظرة ما معنى المناظرة؟ ما هي خصائصها؟ وما هي أطرافها؟ فالمناظرة شكل من أشكال الحجاج تقوم على أساس تحاور طرفين أو أكثر حول موضوع مختلف فيه والمناظرة تقوم على مبدأ التعاون بين المتحاورين عكس الجدل من أجل الوصول إلى نتيجة معينة وتتصف المناظرة بالخصائص الآتية وجود دعوة أو موضوع مختلف فيه يسمى إدعاء ثانيا وجود طرفين متحاورين يسمى الأول مدعيا ويسمى الثاني عارضا ويسمى الثاني معترضا أفوا وتكون المناظرة بين متناظرين متقاربين في المعرفة والمكانة ولا بد فيها من التزام أخلاقيات الحوار واعتماد كل من المدعي والمعترض على حجج وشواهد أثناء التناظر كذلك ومن أجل الوصول إلى ذلك لا بد من أن نتعرف على صاحب نص مناظرة حول الفلسفة والشريعة وهو أبو حيان التوحيدي فأبو حيان التوحيدي كان يسمى بفيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة وهو من أدباء القرن الرابع الهجري ظل طوال حياته منكبا على التأليف واحتراف الوراقة والنسخ وقد أحرق في آخر زمانه كتبه انتقاما من الناس الذين جحدوا علمه وأدبه ولم يعترفوا بدوره الريادي ومن مؤلفاته نجد المقابسات رسالة في العلوم الإمتاع والمؤانسة الذي أخذنا منه هذا النص وكما نعرف فإن لكل نص ظروف إنتاجه ومناسبة وجوده والنص الذي بين أيدينا فقد جرى بين أبي سليمان المنطقي وأبي العباس البخاري في سياق إجابة التوحيدي عن سؤال الوزير بن العارض عن حقيقة مذهب إخوان الصفا في التوفيق بين الفلسفة والشريعة وذلك من خلال رسائلهم المعروفة رسائل إخوان الصفا المعروفة برسائل إخوان الصفا وخلان الوفا فلنلتقي الآن عزيزي التلميذ إلى عتبات النص ومن خلالها وضع فرضية أو سياغة فرضية للنص فكما تعلمون العنوان كان هو مناظرة حول الفلسفة والشريعة بين أبي سليمان المنطقي وأبي العباس البخاري لأبي حيان التوحيدي مناظرة حول الفلسفة والشريعة فهذا العنوان يتضمن ثلاثة كلمات هي مناظرة وهي النوع أو النمط أو الجنس الذي سندرسه عفوا الجنس الذي سندرسه ثم كلمتي أو مفهومي الفلسفة والشريعة فماذا تعني الفلسفة وماذا تعني الشريعة فالفلسفة مفهوم يرتبط بالتشريع الإلهي عن طريق الوحي والفلسفة هي كل ما يرتبط بالحكمة وبالإنتاج العقلي البشري وعليه فسيكون في هذه المناظرة محاولة لبيان أو الرد على إخوان الصفا في موازنتهم بين الشريعة بين قوسين الوحي وبين الفلسفة بما هي إنتاج فكري عقلي بشري لاحظوا أنه في النص نجد قال أبو سليمان المنطقي في بدايته وقد سئل عن رأيه في رسائل إخوان الصفا ثم نجد قال له البخاري ولمذلك أيها الشيخ وهذا يضل على وجود متحاورين أو متناظرين من خلال هذه المؤشرات من خلال العنوان ومؤشرات الجنس الأدبي وأيضا الرصيد المعرفي الذي سبق تناوله يمكن أن نسوها فرضيتين أو فرضيات لقراءة النص سنجملها في أن النص سيدور بين شخصين بين متحاورين وهما أبو سليمان المنطقية وشخصية أبي العباس البخاري وكل واحد منهما سيحاول أن يعطي رأيه في العلاقة بين الشريعة والفلسفة والنص أيضا سنحاول أن نبحث من خلاله عن الخصائص الحجاجية والأسلوبية للمناظرة إذن للوصول إلى ذلك لا بد لك عزيزي التلميذ من أن تعود إلى النص وأن تقرأه قراءة جيدة وأن تحاول تلخيصه ثم في مرحلة ثانية سنحاول أن نستخلص منه الخصائص الأسلوبية والحجاجية التي تميز المناظرة عن غيرها من الأجناس الحجاجية الأخرى ولا بد من أجل ذلك من أن تعود معي إلى نص مناظرة حول الفلسفة والشريعة بين أبي سليمان المنطقي وأبي العباس البخاري لأبي حيان التوحيد وهي موجودة في مقرر أو في كتابي أفواً الممتاز في اللغة العربية للسنة الأولى من مسلك الآداب والعلوم الإنسانية الصفحتان 85 و100 و86 و100 وبالنسبة للكتب الأخرى سنجد نصوصاً تختلف عن هذا النص على مستوى طبيعة الحال العناوين وعلى مستوى المنطلق النصي ولكنها تبقى كلها تظهر لنا تجليات المناظرة وخصائصها فالمقرر كما نعرف هو واحد ولكن الكتب تتغير حسب المديريات وبالتالي فبعد قراءتك لهذا النص ستتوصل أو ستحاول أن تجيب عن مجموعة من الأسئلة فعليك أن تأخذ النص كيفما كان كتابه أو مقرره أو كتابه المدرسي ثم تحاول أن تجيب على أسئلة الآتية ما هو موضوع المناظرة ما هي الأطراف المتناظرة ثم ما هي النتيجة التي وصلت إليها هذه المناظرة لألك بعد قراءتك المتأنية للنص ستتوصل إلى كونه يدور بين أبي سليمان المنطقية وأبي العباس البخاري حول العلاقة بين الشريعة والفلسفة أهي علاقة اتصال أم علاقة انفصال وقد افتتح العارض أبو سليمان مناظرته بازدراء إخوان الصفا الذين حاولوا المزج بين الفلسفة والشريعة وأدلى بمجموعة من الحجج إذن فالعارض هو أبو سليمان المنطقي والمعترض هو البخاري والدعوة هي المزج أو العلاقة بين الفلسفة والشريعة فأبو سليمان المنطقي حاول أن يرد ويزدر يا إخوان الصفا الذين حاولوا المزج بين الفلسفة والشريعة وسيدلي بمجموعة من الحجج التي يبين من خلالها أن للمعترض أن الجمع بين الفلسفة والشريعة أو المساواة بينهما بالأحرى هي مستحيلة لماذا؟ لأنه كما قال في نهاية نصه أو حسب رأيه فالشريعة كمال إلهي والفلسفة كمال بشري فعليه لا يمكن أن يفكر الفيلسوف بما هو حكيم وبما هو منتج لفكر عقلي بشري قاصر إلا في حدود ما هو إلهي أو إلا في حدود لا يمكن أن يفكر إلا في حدود الوحي أو الشريعة وهكذا فبالعودة إلى الفردية سنجد أن النص فعلاً ضار بين أبي سليمان المنطقي والبخاري وأن كل واحد منهما أعطى رأيه في الوصول إلى القضية أو الدعوة وهي ازدراء أبي سليمان المنطقي لإخوان الصفة لكونهم وازنوا أو ساووا بين الشريعة والفلسفة آمل أن تكون عزيزي التلميذ عزيزة التلميذة قد استفدت من هذا النص ومن هذا الدرس وعليه فعليك في الحصة المقبلة أن تحضر للخصوصيات الحجاجية والأسلوبية التي تقوم عليها المناظرة وذلك في الجزء الثاني من درس مناظرة حول الفلسفة والشريعة بين أبي سليمان المنطقي وأبي العباس البخاري وشكراً